اشتركوا في القناة جديدا من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي ونعيش وياكم أجواء أهلنا وناسنا في بغداد وتحديدا اليوم راح تكون حلقة استثنائية وحلقة تتحدث عن إمكانية ناس يعيشون ظروف صعبة لكن يتحدون هذا الظروف وياكلون خبزة الحلال هم وعوائلهم وهذا يدل على أنه يحسن نواياهم وصدقهم مع نفسهم ومع عائلاتهم احنا اليوم في النهضة وتحت المجسرات في النهضة ومشكلة هذا السوق صار لأكثر من خلالي نقول 40-45 سنة حسب ما قالوا لنا الأخوة قبل شوية و45 سنة على هذا الوضع وماشي جيد بالنسبة لهم ماشي جيد لكن أول ما دخلنا وصلفنا وياهم قالوا إحنا خاف تأثرون علينا وعلى شغلنا يا بشلون أثر عليكم يعني الناس علقت حالكم ومستواكم والمعيش يتطلبون أن تشتغلون هذه الشغلات اي قالوا أخاف يشوفونا أخاف يسولفونا عننا أخاف يجون الأمانة والبلدية هذا ردة الفعل طبعا موجودة موجودة عد أصحاب الأعمال البسيطة واللي صاحب البسطية واللي صاحب التجمبر الزغير واللي واللي ما عده مكانية بصراحة يخاف يخاف من دوائر البلدية لأنه تجي عام شامل وما تحس بحساب بأنه هذا شاب على خلي شوية تحرم هذا شاب عنده طاقة يريد يعمل يريد يأكله خبزه حلال يريد يعيش تفاصيل حياته وأهله وناسه يتطلب أنه يشتغل والتجاول صدقون في بلدان آخر العالم صح تلقى هذه البسطات لكن تلقاها بيوم واحد يكون بيها الناس تعرض المستخدم والمستعمل من مواد منزلية كهربائيات حتى شغلات يدوية بسيطة وشفناها في دول العالم المتقدم شخصية شايفة تفتح شنابر أمام الدور في شارع مهم ويكون إلى وقت إحنا لا إحنا وقتنا مفتوح لأنه الحالة الاقتصادية متراجعة الحالة الاقتصادية للفرد هي متراجعة وبيها مشاكل فيضطر أنه تستمر هذا الأمور ولها حل لها حل وحلولها جدا بسيطة حلولها أنه شون تقدر ترفع مستوى المعيشي للفرد لا أكثر ولا أقل وتوفر خدمات للناس توفر خدمات للناس توفر له سكن توفر له فرصة عمل تفتح مشاريع تفتح مصانع تفتح المعامل صدق لي بعد ما حد يقل له ما حد يوصل له وهم هم بعد يصير يعني وضعهم يتغير تصاديا يتغير يصير بي تحسن وأما إذا نبقى على مستوان الحالي لا والله راح نشوف هذا المكان وغير مكانات وأماكن هواية وراح تنفتح عندنا مشاريع من هالنوع يعني هذا يدل على أنه المؤسسة الحكومية مقصرة تجاه الشعب والشعب هو من يدفع الضريبة ويدفع الثمن على مستوى وزارات وعلى مستوى حكومات متعاقبة ما أنصفتوا هاي الناس البسطاء ولا فكرتوا منين تعيش في بغداد وهذا الوضع في عاصمة وهذا الوضع الله يساعد الأقضاء والنواحي شون عايشين والمحافظات شون عايشين وأغلب شبابنا من المحافظات يجون هنا حتى يدوروا لهم شغلة يشتغلها ب15 ألف دينار اللي هي ما تسد حاجته يوما وما تسد المسواق اليوم السراحة المسؤول يجوز يسمعني يقول لا 15 ألف زينة والله مثل ما طلع فلان قال شعب ياك النسات لا تاكلوا النسات شوية لا تشترون حلويا هذا هذا استفزاز للمواطن استفزاز للمواطن شلون استفزاز لأنه بلد مثل عراق نفطي وخيارات الله بيه موجودة وشعبه جائع شي الفائدة عموما في النهضة والمواد المستعملة والمستخدمة ووياهم اليوم بحلقتنا وراح نسولفوا وياهم وهي الشباب اللي الموجودين اللي يقضون ساعات من العمل الشاق حتى يكسبون رزقهم الحلال ويكسبون رزقهم البسيط اللي الناس تتمنى تاكل الخبزة الحلال الآن تاكل خبزة الحلال ومطمئنة وهت تشوف شباب شباب هذا المستوى السلام عليكم شباب شوانكم أخوان شخباركم شوانك حبيبي قواكم والله شوانك حوب شوانكم زيني حوب انت شوانكم بقلبي شوان الصحة قواكم الله شوانك حيلك حبيبي والله إن شاء الله رزقكم الله حمير ح paragraphs الحديكم ويحفظكم إن شاء الله الله يخليك شوانكم والله الحمد لله خير نسوكم نعم نعم ونعملنا شبابنا اللي يشتغلون وهذا العمل الشاق الله يطيعهم الصحة والعا και بارك برزق الله يسرى عليه ما يحس بالفقير إلا الفقري والله نحن نحسين بها نحن نحسين بها هاي أين نحس بالفقير؟ رحم الله والدي والله صال الفقير هنا بالعشرين سنة سألت على السوق اش قصارنا تقريبا؟ قالوا واحد خمسين سنة أربعين سنة لا قديم السوق من هنا تحولنا إلى هنا يعني قديم من 50 سنة أثار لا قديم كل شي قديم هذا السوق ومعروف هنا بغداد معروف سوق الجمعة سوق الجمعة بس احنا يعني الاياب كلها يعلم فتحين مو بس الجمعة بس الجمعة هو سو عالم فهو سوق الجمعة الجمعة يصير بحركة بيع وشر يعني حتى الشوارع يسدون منها يسدون منها يسدون كل ش حركة قوية يعني الشوارع كلتها أبو من؟ أنا أبو حسن حسن شون؟ والله الحسن رحم الله والدي قاعد؟ لا والله مدرسة بالكلية ها؟ الله يطيك صح رحم الله والدي كامل الله يحبك إن شاء الله حسن يشوفه قدام عينك وأولاده الله يسترعليه لأنه شون دوامه بالله والله زين الحمد لله زين؟ اهلية حكومية؟ لا لا حكومية أهلية شوية مالباب معظم أهلية حسن أهلية حسن رحم الله والدي رحم الله والدي رحم الله والديك رحم الله والديك أرينكم من الخير والله سلمنا على الشباب هذي الناس اللي تشتغل على قد خبزتها وتعيش العائلة عيش العائلة لأنه السبب اللقمة الحلال حسن ابن سولفته يا أبا حسن وسولفنا عن أهمية شغله وفاجأنا من قال ابني بالجامعة بكلية جامعة مغدان مهمة جدا هذا كل الحب والتقدير إلي لأنه يعمل حتى يقدر يعين العائلة يا مكترهم اللي موجودين يا مكترهم اللي موجودين منها أصحاب عمل وصدقون هذا المستوى المعيشي للفرد أصبح بهذا الشكل وهذه هي صورة هذه صورة زميلي علىه طبعا هو موجود كل الحاجات اللي المستخدمة من مطابخ من كهربائيات من مختلف الأشياء اللي موجودة هي تباع تباع بهذا المكان شونك حب؟ السلام عليكم شونك؟ شوف؟ افترض شونك؟ شخ وارك شاء الله زيل ها أبد؟ يلا خضراتك خضراتك الخامة على سبالة على مكيفات على مطابخ والشباب اللي اللي يشتغلون بصراحة وبعض الناس يقول له كانوا ما يعني ماكوا الامكانية ما متوفرة فيضطر يشتني المستخدم والمستخدم هو لايق الأهمية لأنهم ساد حاجة لهاي الناس وخيرا نجينا وصلنا الحجي السلام عليكم شونك عمي؟ شخ بارك؟ شون عم بيته؟ ها؟ أخذ راحتك على راحتك على راحتك دير بالك السيارة دير بالك السيارة ها؟ سؤلفتها أنا والله سؤلفتها قلت ليش تأثر؟ ليش تأثر؟ تأثر من تبتحين علينا ايو الله هيك واصلة؟ ايو الله شعجب نشكر رئيس وزراء ناس تشتغلوا على باب الله وصاركم ونشكر مدير وحدة الرصافة التعاون علينا ايو الله ايو الله نشكر رئيس وزراء محمد الشاح السوداني ابو الفقير ايه؟ هذا سوق الفقراء ونشكر خوش شغل تقدم درجة أولى ايو الله ينطيكم الصحة والعافية وان شاء الله كنا نحس بيه؟ مالله والدي ايوه ايوه ان شاء الله ايوه ايوه صارنا بالا 40 سنة ايوه نفس الوضع نفس الوضع نفس الوضع ايوه وهم قضيناها بالجيش الحراقي منا لما طحنة لا تقاعد لا راتب ليش؟ ما عندكم تقاعد ما كوا ما قبلو ايوه حسبون من النظام السابق ايوه ولله ايوه 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 شغلكم هنا شون الحركة بالله بالليام العادية مجم بليام العمال اللي عمال هاي السواق باوحا ايوه 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 السوق الفقراء والعالم يعني الماعدة الماعدة مكانية يجي أخي يسوق منها ويروح نسهلون نسهلون ونعمة كلهم يتعاونون أموانات بوداهم متعاونون الشرطة مجلس الدولة ثم كلهم محافظة علي عباد الله زين لا نعمة الناس متعاونين وخليني على باب الله وما مضايقيني زين والحمد لله عايشين وخيرا من الله زين رحمة الله وادية اشتركوا بالصحة والعافية اشتركوا بالرزق الحلال ومالله وادية هالي دعوات ومشكر هالي حكومة عم معدلة ما انقلك العايشين زين ماتبقدة ومتعاوني لا لا معدلين لا اشي الواحد ما تدلي اي لا متعاوني خليني على باب الله اشي من هذا السوق وخير من الله ايو الله مبارك الله بي رحمة الله وادية اشتركوا بالله عددكم هنا مكاتب محلات والله محلات والله بنا عشرين محل خمسة عشر محل محل زين ومع كيلة السوق هاش كيلة فوقه كيلة عايش على هذا السوق زين ايقال العاشرة الاخمسطة عايش نقول نعمة المحلات لا عدنا روازم عدنا بس اه الله محلات عدنا بس اه الله محلات 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 وشكرا محلات 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 اه تقدر تنجز به هذه الصور وهذه اللقاطات اللي تلاحظوها طبعا اه نتحدث عن اه على مستوى اه مستوى محل اه تجاه حبيبي حبيبي وتتجاه الى انه تسترزق قواك الله حب شوان اخي شخبارك خير مع الله الله يزيد الخير عيوني حبيبي ويبارك بي خارج مكان انا غانم بس ها غانم شو وقت يصير ابو مني يرد ربك يا الله يا الله يا حبيبي الله يرحم الله ديك اكون ايه الزواج او لا شو كل شي كتفة ربك نعمة ان شاء الله الله يطيك الصح والعافية يا حبيبي غانم غانم دايم هسا نكملوا نشرب مني مكما ايه 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 والله 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 ماشي مستعد 17 اله عاشتي او القادة ما بيها فادة ايه قل لربك يقول سعي عبدوان اعينك او انت نايم للظهر ايه او انت دور من ربك لا رزقكم في السموان انتم لا تعلمون الحمد لله من يا منطقة؟ جسد ياله جاي ورايح؟ اي لا لا الحمد لله بالخمسة اطلع اصيناها بالستة انا اجمعي ما بشرجي اجي بي انا بدنا عشحل مننا الحمد لله هذا حركة السوق تظل العصرية الثنتين هي توقف ورا الثنتين ورا الثنتين هي توقف بس اقول لك عالم طيب مثل وطيبين ناس طيبين هم يحسون بك لانه انا جاويد وكلهم صحباني وهايلي وخواني نعم خوتهم خوة خوة بالضبطين والله كلهم خير والخير رب عليك الله يبارك لي كوي سلم الصحة والعاف عيوني خالي ايش عجب ان كان طورت شويش على المشيات والله ياخذون لك وبيهم ما ينطل للأمان لله اي اخذوا ما ينطل بس الجبال اللي بي خمس مئة ازاسياتي اللي بي الف يارمو يمو بيع ستبليف خير من الله بستين من المرات ياخذونه والله عظيم مو بسر بحل خلينا وطبا بيناك السيد نصر يروحا بالقرآن يعني بوقع لني ويهلف بسيات مو بطل والله ياخذ بطل خلينا بحل المهم مسير يأثر على شو يأثر يبث لا الحمد لله الحمد لله بارك الله بيك وبيك اكثر اخوة عيوني اه التتشبير لا عندي اخوانك بمعندي لا مستغلون لا الحمد لله موظفين وبالحراس ويعدى بالشرطة الحمد لله اي نعم عيوني عمي وحتى نذكرهم بخير رحم الله ودي وقوات الامنية نعم الله يطيم الصحابة وكل مبطالنا الله يرضى عليك عيوني اخوة وبيك اخوة سلامتك بس يم من يوم على الغداء والله العظيم انا ابن عرب وخاذ على رأس خليكم روح اميث أسفر لكم والنعم 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 منكم اخوة غانب على قدها وقدود لا خادم كل طيب كلكم اهلي اشربت بكم دائم 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 حبيب شوان اخوي شنو غانب شوانو وضعوا ياكم والله هو وضع تعبان وهنا العالم تعرفه فقير ودير باله علي ومداريته ايه خوش وليه الفقير الذي يعيز صاحب عائلة واهله بعيدين يجي هنانا حتى يسترزق احنا الشي لهو والله ما اردنا اخوة قال هم اخوتي اه ونعم مهو فقير احنا فقرة فنحسب الفقير ايه فنحسبي احنا يجوز احسن هو لا تعبان عائلة واما مريضة بدا الله ونشكر اللي مطينا نقدر نعاون ونعاون غيره واحنا الله يجزلنا عالم تعاون سبحان الله اللي حسبي بغيره بالفقير الله يجوز ده نازل ايه صح ايه صح ايه صح ايه صح ايه تقريبا من 2001 قبل السقوط ايه جيت صغيرة هنا وربعنا ويهاي الناس وعرفتنا وعرفنا والحمد لله وعرفت المصلحة وعرفنا المصلحة وجينا هنا ناس ندفع عربانة وانا سعدنا بساطي وعايشين الحمد لله والشكر ايه شه تريدته هي حق العلاقة تاخذها وتروح وهم غير علاقة ما ترح شه السوبي انت غير علاقة تاخذ العلاقة نعمة كافية تطلع اليوم الحمد لله الحمد لله اه نحمد الله ونشكر على هاي النعمة الله مرحين اكثر من قابليتني نشكركم نشكر قناتكم والموقراء انا خادمك حيدر الكعبي حيدر النعم والنعم من نصلك ايه مكرر والقلبي الله ينطيكم الصح والعافية والعافية ان شاء الله الله يخليك وهي الناس والله يتستحق انه هو سبحان الله رزقكم اشي يعني ايه 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 احنا هذا السوق ما البسطاء سوق الفقرة هو اسمه سوق المستعمل اللي ما عنده يقدر يشتري الجديد مثلا ساد الميس هنقول الجديد بمئة على سبيل المثال هنا يلقاب عشرة فرق كل شي هو للفقير المروحة المروحة طبعا الجوز المليون تكون لك بيت كامل ربما حاجة ما تلقاها من مليون ايه انا ستعجبت انه يكون غرف غرف مئة ومئة وخمسين وبربعمية ربما تلقاهم من الربعمية جوز فات بثنين ونص فرق ما يقدم هواي ايه فشوف هذا لام العالم الفقير حتى اكو ناس اتجهنا تلقى حاجة ارخص ايه ناس الله مفقها بس يقول ليش هروح هاي موجودة صح والناس اللي ما أنا متعاونين ويانا ايه ما نذينا الناس مالت الله داري بو اللي نحاسين بنا ايه خليكم براحتكم ان شاء الله لا لا براحتنا الناس ما نضايقين ولا ابد لا الحمد لله ونشكرهم ونشكركم مرة الاخ انت والاخوة الخلف الكواليس حياة كله على راس يا مشاء الله بيك خالي حبيبي حبيبي شوفكم ان شاء الله بخير اه الاخوة اللي بصراحة نرتقيهم ونصرفوا ياهم هو غايتنا انه نستمع لهم وغايتنا انه نوصل صوتهم ورسالتهم وغايتنا نكون قريبين منهم ونتحدث بما بداخلهم وبما مشاعرهم وهذا دلاء لهواي يعني دلاء للاهتمام بهذه الطبقة بهذه الشريحة المهمة من مجتمعنا اللي صادت تشكل تقريبا اكتر من خمسة وسبعين بالمية طبقة الكادحة الفقيرة هي اصبحت عددها او رقمها كل الشبير مقارناتها بسنوات البقية لا يعني كان اكو سبب يعني السبب هي سياسات من قضايا هي اللي خلت الناس توصل لهذا المستوى المعيشي المتراجح حسنا على حجائتهم طق الكارتون يعني فتحها من الكارتون مو شرط انه اكو مستخدم مو اكو فقط مستخدم وهذي يعني الناس يشترون حتى بالكارتون موجود جيد هذي كارتون السلام عليكم شوالك حجينة شيخ بارك عمي ها شوالك عمي حبيبي شيخ بارك ان شاء الله زيان يعني هلتوا واقفين من الصباح نزلتوا يمي ما صورتوني حسنا يمك حسنا عمي اذا ناتي اعود وخش مقرأ شو طلع مني شو طلع مني رامي عمي بعدك شباب وبعدها هاي الروح الملوة الشهون ما طالعك بعدك سلسلون سيلة واسعنا شباب وهم قضي الحجي اصار انه احنا مشكلتنا احنا 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 لعنى بيك عمي اولا اجينا اجينا هنا احنا الله يطيق الصحاب العافية يبارك بيك عمي اتفاجأت جديد بالكارتون كلها بالكارتون بالكارتون جديد ومستعمل ايه اكل جديد ومستعمل ايه اعنى اشترك عمي احنا تسعين تاتة و تاتين سنصل هنا البلدية والشرطة احنا اوام اوام لا 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 ما اوقع نشتوني الله جازون مني ايه اقول احسن احسن شوية اول من قبل ايه احسن احسن ما مابين عمي بتقول بيوت يمنى و جنقذر عليهم ولا تقول شارع عام و قادعين الطريق جوة جسر لا بيوت ولا شارع عام وهاي الحوائل من البجاية ايه لنهاية لطلع بيهم ممكن حوالي الف بصية يعني الف حوائلة رحمة على والد تعينات ما اكو انا بالله رجاجة لكن هاي شباب من البداية للنهاية تعينات ما اكو شغل ما اكو لما ان يحزونا ويطلعين منها اكو غير لو يروح يبوك لو يشوي جرام لو يتعد خلي الناس راقد ملتيب عمله او جوه جسير لا ماثرين على الطريق ولا ماثرين على بيت هاي حسان صارت واضحة واضحة رحم الله واجه واضحة لهم يعني جزا عمل الله خير رضا يفكرون هو مو ما اجرين احنا لم اجرين ولا مشترين هما حكم احنا متجاوزين لكن عمي من الله شارى شغل ماكو تعينات ماكو تضطر العالم فتحيننا اللي يجينا اللي يمتبكين ما يجعليننا اللي يمتبكين يروح يورق ويشتري من المحلات بس احنا فقر وليجينا فقير يعني هاي مثلا الحاجة هاي الحاجة برا 80 تمباع احنا نبيحها 45 احنا نبيحها هاي المقتلة هذين شوى الوعدات هاي هاي سعره برا ب 90 احنا نبيحها ب 65 برا جديدة ما مستعملة 65 هذا المقعد الغربي عالي برا 120 احنا نبيحها ب 70 2003 بالحاجة نطلع العلاقة مع العائلتنا ونحمد الله ونشكره كان عين ورزقه كان عين والحمد لله عمي تجعلها هاي مية وثلاثين برا مية وخمسة وخمسة يعني الحجم كبير زيب جديدة على هاي اي ما مستخدم ما مستخدم ما بس مانين بس مانين بس مانين بالسوق هاي بيش بالسوق مية وخمسة وعشي خمسة الاف وفي داي سمعون اللي اشترات من علوم دابعة خمسة وشبين خمسة كروتة وتعبة زيب مقاعد غربية المنكرية والمرأة هس احنا السلعين عجيب هس انت تعاونت وي الناس اللي يخذوا من امك حاجة اسألهم ها اسألهم ها انا اقول لك تعاوني تلسة اسأل صريح يعني حق الله ورجال متدين بضبط خاف الله ورجال شوف الناس دليل كلها تأخذ منه يعني كلها جايجوا من كل مكان هم متعاونين حسون بالناس اللي على قد بضبط صحيح ايو الله صحيح حسنا من الحلة من الحلة ان شاء الله بابو غرق بابو غرق ابو مشتاق المعموري سيد موسوي اهلا وسهلا اهلا بيك اغاتي اشكرك ممنون لكم والله يطيكم الصحة والعافية والله يسترعى لابو علي ويرزقه ان شاء الله يرزقهم جبيعة لانه خوش آدمي هو الخوش آدمي يتعنوه بصراحة والله اول مرة تجي لابو علي لا ثالث مرة اجي والله هل صرت معميل معميل اه جيد لا اشلون احس موضوعك واحد لا لا ان شاء الله ان شاء الله انا معميل والله لان كلامهم واحد ايه جيد ايه هو تواحد شتريت مننا حتى بيت نحن من البارعة جينا اي وراح تشوفنا ان شاء الله بخير بسلامة وان شاء الله ترجع بسلامة وعافية لبيتك الله يبارك بيكم عليكم السلام ممنون منك ممنون منك سلمك يا حفظك ابو علاو شنو هذا النقل هذا البيبان بره على مية وخمس وعشرين هذا النوعية مالتة سوري مية وخمس وعشرين هذا ما مستخدم ما مستخدم نايا وقياسات اي قياس اللي دا موجود عدي بيه يشف خمس وستين اللي بالباب خمس تالاف دينار احمالته وكروته وتعبه اللي ديا خمسة خلي عاملهم بره واذا مو سوري يرجع علي من الرمادي من بعقوبة من القالص من الصورة من كل المحافظات يجون على يدي يشوفون اولا الحاجة فرق وثانيا الحاجة نظيفة مارك الله بكم يعني الله تكسحه بس اسمع لي اجيب لكم شاي لا 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 داي هذا ما اجيبوا لكم شاي لا استورني لا 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 ما اجيبوا لكم شاي لا استوروني الله عليكم لا استوروني يعني جيبنا جيبنا شاي جيبنا شاي عمي هاي الناس هاي الناس الفقراء يقللي يقللي لا استوروني هذا يدل على أنه طيبة هاي الناس طيبة هذا المجتمع البسيط وإنته ما تلقى البساطة إلا تعيش وياهم هذا تعيش وياهم هاي عيشتهم وهذا يحسن نواياهم وصدقهم ورزقهم اللي موجود اللي يسترزقون من يمه بارك الله بيهم وبارك الله بجهودهم وبارك الله بالناس اللي فعلا تعمل لإعانة عوائلها باللقمة الحلال اللي صارت الآن للأسف صعوبة لقمة الحلال والناس ها يتكافح على مود تاكل هاي الخبزة الحلال كل الحب التقدير لشبابنا اللي جاي يشتغلون كبار السن وعلاه واحد منه وعلاه واحد من مئات اللي موجودين هنا ويكاد يكون انه واحد من الآلاف اللي يشتغلون على مستوى العراق بالملايين والله اللي يكافحون حتى يشتغلون شغلة بيها مصلحة بيها بيها رزق حلالة وعلى مدى أعوام نحن نستورف هذه القضايا على مدى أعوام موسهل وبالتالي انه من نقول احنا الناس الفقراء الناس البسطاء الناس المحتاجين يراد إليهم واحد يعينهم ويوقفوا ياهم ويكون سند إليهم ويكون قريب منهم حتى ما يعني ما يتأذى ما يأثر على مستواه المعيشي هذه الصور هذه اللقاطات ذا الزميلة على المواد على المواد ذا تسمح لي على المواد طبعا الجديد والمستخدم والمستعمل كله موجود وبأفضل أموره طبعا اللي وعالي أصر انه نشرب شاي وشربنا شاي الزلمة جزاها الله خير عم نشربنا شاي ماكو اللي يشربون شاي هذه طيبة الناس البسطاء والناس اللي على قد الحال شوف شون ملقاهم وشون طيبتهم وشون يتعاملون مع الناس اللي تجيهم على قد الحال يعني الله يساعدك وفراس عمي شون عبيدنا الله عبرك لبيكم الله عبرك والله شون طمجان شون أمورك شون أمورك شون أمورك شوف الشاي كمالاتنا منتي هاي شوفوا شون قاعدين هنا أي والله منتهيين من هالشغل والعمل هذا عمر يفنئ عمر كله يفنئ عمل وهاي يعني بلد ما بي راحة بلد بترول الناس بلد لاعدهم ولا هاي عايشين على النفايات وأحسن بلد من غاز من نفوط من تبليط من شوارع من تربيه من مدارس من كليات من جامعات ولا هاي هس العراق شبقى بي لا علب لا طب لا شلو شبقى من ياما راحل يعني هسه عود تنفس التنفس بي من انشالة السيطرات همخلف الله عليهم الوضع صار زين هم زين شوارع تبلطيت ورصفه هاي عمر يتخدمات بعد أزيد أهم شي خدمات هسه الناس هاي الناس هاي على قدر طب الرئيس هو الكهرباء يشتغل العالم معضلة مو بلد شنو معضلة هاي البطالة تنتهي إذا أكون كهرباء زين عني إذا عندي كهرباء ها كل شي يشتغل أنا إذا عندي كهرباء أبل محل كل شي يشتغل أقوم أعمال يعني أعمال خياطة أعمال صيانة معامل بسيطة المعامل البسيطة يعني هسه كل واحد مثل عده لو خمس مكاين خب مو يشغل مكينة مو شغل يصير عده رزق اي زين هاي ويمشي حالة ويمشي حالة ويوفق وهاي يقدر يسيد مو كل عالبة عالبة دولة إحنا ألف عالة تبقين الملدية ألف عالة تبقين تجيكم هسه يجون ناس تشتري وهذا قطع مستخدم واللي يجي هم فقرة يجون على هاي المواد عنده مليارات وملايين ما يوصل ما يوصل ما على علاقة ولا يباوعة ولا يشوفها ايش قصلك والله حنا صار إنا بلد 35-40 والله من ذاقت كان باب الشيخ الياه هذا اي وإحنا مستمرين والبلدية وراني وتكسروا بغراض هسه وبعد هسه ما يزال هسه ما يزال هسه ما يزال ما لهم احترام لاي بلد لا شاهب لا شبير لا يطون مدة ويقول شيلوا غراضكم احنا ما ماثرين لا ماثرين على شارع لا ماثرين على منطقة سكنية احنا منطقة هنانة من زمان يعني مثل بيقول احنا با هذا الجسر بعد ما مبني احنا موجودي ترى باب الشيخ مو اليوم باب الشيخ عمي بالثلاثينات هذا باب الشيخ هسه ما تحتبر النهضة له باب الشيخ هو نهضة باب الشيخ القدامة يسمونهم باب الشيخ باب الشيخ ها دولة هسه من نشوفهم يشتغلون ونشوفهم يعني خلوا شوية ننفسوا العالم ابسط شيء هاي شيلة السيطرات صارت يعني شوية تنفس السير صار زين الناس هسه قبل متضمرة يعني هو تعبان دنيا صيب تموز نترا خمسين درجة يقولون خمسة واربعين خمسين يا خمسين عمي فوق الستين يعني ينصهر وهو يمشي بنار بسيارة مش تعله نار نار كله نار عم يريدهم يدرهم عالتعليم ويصير بشغول علماء العراق كله علماء صانع الغذاء الفضائي فهو عراقي والفيزيائي اللي اوقف الطائرات الحربية على البركبة الفضائية والارتكاس هو وهم عراقي ها والنعمارية عراقي واذا نجي على امير البومنين على ابني بيطالب ها قال اسألوني قبل ان تفقدوني لادلكم على طرق السماوات والارض ها وهو كان قالهم اعطيكم جزيئات الذرة ولكن العالم كله تموصل للذرة وهو قال انا اعطيكم جزيئات الذرة هذا علم موجود ومكنون ومثبون كله عدة احنا خاصة العراقي علم سوق الكهرباء بعقد النصارى نعم اكو واحد من الاخوان قال لي عمي اكو قضية اردى سولي بلك اياها عدنا عالم بالسوق بس هو مجنون نعم صحيح اعطيكم جزيئات كهربائية ثمينة جيدة بس انت شوف على بساطة الناس بمنطقة بسيطة جدا يطلع لك بيها عالم ويطلع لك بيها عقول ودباء ومفكرين مفكرين اطباء عالميين مصر تكتب لبنان تطبع والعراقي يقرأ ومن هو ينجح هو القارئ هو القارئ اهلا وسهلا الله يبارك بك وبعملك يا طيب الله يبارك بك يا حبيبي هذه الصور وهذه اللي تشوفون الآن من من معلومات من تفاصيل نسولف بيها هذه التفاصيل احنا سبقوا وسولفناها بعدة امور وحشينا بيها هواية وحشينا بقضاياها وانطينا حتى بالدليل انا الآن من نسولف قضية لمهندس عراقي بسيط انا احتبره مو بسيط 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 الحال بس بفكرة بعلمه مو بسيط ابدا في هالي المناطق تحصن او تشوف عقول يعني تقول حرامات هذي العقول مهملة وما لها يعني واحد اللي يقدم لها الشيء وهذا بلد يعني بلد نفط بلد بخيرات بلد المطلوب بلد زراعة بلد الفكر بلد الامكانيات هو حرامات يشوف وضعنا بهذا الشكل حرامات هذا الحج يجرب الميوزة يشوف العشياء الغراغ اللي موجودة وهو التبضع على قد الحال السلام عليكم الله شوانك حبيبي شيخ بارك شوانك حبيبي شيخ بارك شوانك حبيبي شوان الصحة شوانك حبيبي عجبك مالذي؟ نجد تريلال ممكن تريلال؟ والله بصراحة جيب لدينا حمل ممنوعة تبطع سيارة سبيرة بالسوق إلى وراء ساعة أربعة قالوا وراء الأربعة ينفرق لكياب باقي باقي كدر باقي لا يجب تأخذ لكسوية جوة ليعجبني شيء فأنتم أخذها الحمد لله شونا شغلكم السيارة شونا حملها والله ضعيفة شوية مو متلقبول الغاز غاية والتربع ناظر كل شيء حمد تحمل المصاريف؟ والله يعني بس نعيش بيها أحسن من صلع سيارة والنعيش بيها الحمد لله شونا بالله طريقكم؟ بالله طريق مو جيد غادلة تستيقراد التبريد جيني نعني إراق مو فقير إراق يقدر يعيش في الدول بس نعنا ما يقلون الفلوس اللي وين يروح مفلها لأنه الإراق ماشاء الله إراق إراق ذات بس ما على الأسف ماكو حرص على الوطن ماكو حرص عليها وعلى الشعب هذا المسكين بلقوا يعيش عايتو يعني يركض وهاي مفلوظ الإراق المفلوظ الإراق اللي حيش في الدول مو يعيش بالشعب مالا والشعب إذا ما يركض ويهلق نفسه ما يعيش على الصباح شوفوا مثلا السنة اللي يشتغلون والشباب تشتغل والزغير يشتغلون والرصاني عمري 71 سنة ويشتغل بالطريلا المفلوظ ماكو الدول عمري صار 60 سنة يأخذون إجازة عمومية منه مايش يشتغل سيارة يهو والله كل الدول بس هنا أنا جزء مزبوض والله يساعدك والله يكون بالعوام محمد نسكرو جولاتك ببغداد وين رحك وين رحت وين فتر ريك واللهي ما رح وصلت بالليل يعني من العصر جيد وصلت هنا ساعة بالستة كل بطريق سيطرات ازدعام ما يكونون جال والله يساعدكم والله العظم لا دقيقة ما نايم يعني كل فترة كل نص عيشي مترين ثلاثين حرك وظلوا واقفين على استيريش رجعك شوية لموضوع الموضوع الشان الرئيسي اللي جيت بيه أكو ميزان وزنة الحمل أو والله مع الأسف هاي الكلوات المعور يعني خلونا سيارة أربعة معور خمس معور يعني في سبيلي يحملون عليها حمل زاية ستين سبعينتين يعني هزا القعقع الشارع يفلسها حسا بكل الدولة أكتر من خمسة وعشرين ممنوع يحمل سيارة يعني البوديات شكلين عليها أربعة معاور يعني مهما كان الشارع يطلس يطلس يحسون عليها هاي المعاور خلينا على عربان وعلى ساد مسمولة يشيل أربعين وخمسة وثلاثين تاني ويا الحمل شي سيار هذا بالشارع والله يفلسها ما بكا هاي محروض من العوان متل الدول أكتر من خمسة وعشرين تنمي ماشي شي هاي يكون وشارع هاي ليش يخرب سرعة من هذا طب السارع القديم ما يتخرب سلي وما أكد تريلات هالجاب وهسا كل الدنيا سار جوا تريلات وتريل المعاور يشدونها الأربع معاور ويحملون عليها خمسة وستين وأكو سواق كلابسية ويحمل المسلطن وروح ألقبان بأربيل بغير محاول الله ويرجع يحمل يشوف المرور هذا المبالي ايهو يحبر ومشايل سبعين طن وشو الميفل السارع سبعين طن ايه والله ما ينهى كارف تاسي والله سارع مهما كان يتفلس هذا خسار على الدولة وعلى الشعب هذا الله لديك صحاب العافية عمي أشكراك بارك بك يا حبيبي وإن شاء الله جولة ممتعة كي شاء الله كيف نرأيك اليوم نتغدى السمت والله زمان ما زمان ما بغدى السمت أنا حب السمت بس بيدنا عيريدنا ملا وحل ما يكون السمت ايه والله عالية من اليوم دائم والله العظيم دائم نشك نسمت جزينا نشكلكم دائم والله الله الله يجيز على البيل رقم عالي خلّه تلّه بل بل بيك امرتي مالي خلّك ربك وره والله جدا من ممتعة ممنون منك يا حبيبي بارك الله بيك هذه الله يغليك ويسنمك عمي مثل ما قال هذه الأرقام موسهلة الشيء لـ 70 طن سيارات الحمل همهن شوية هنتالله بالشارع يعني هنسى الرجل بكل بكل احترام وبكل أدب حدث عن قضية مشكلة ورغم أنه هي من ضمن عمله يعني من شغله أنه وزار وكيف بس اللي تاخذ أنه هو شون مخافة القانون مخافة مخافة الضمير مخافة الله أولا لأن هذا الشارع يقول مهما يكون يعني شون 70 طن هذه الطرق الخارجية لازم الاهتمام بها وذلك اليوم صورنا صورنا بطريق كركوب وشفنا وشفنا الوضع اللي هو به الشارع بس لازم يكون اهتمام يعني من الاهتمام من تفاعل السيطرات بشكل رئيسي وفعلي ويكون بيها قانون ويطبق على الكل يصير يكون حل المشكلة لأن هذه مشكلة أساسية بقضية النقل فصوصا النقل الخارجي والترائلات وغيرها شونك حب شخبارك شون الامور قواك الله شون الصح والله بخير الله يسلم يدوم الخير إن شاء الله شون وضعت والله بخير وين ما وين خير والله نشتغل حتى نقرب ما ننطي مجال الكيات شونك شونك حديد بالحديد بالحديد نعم واليوم جولتك شونه والله هم رح أطلع جوه رح أطل جوه نعم نتقط حديد نعم شونك حلو 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 سلمك وحفظك وإن شاء الله دائما توفير يا بعد روحي إن شاء الله يا ربي توصل أعلى المراحل الله يسلمك وإنت بطل الله يخليك الله يخليك الله يخليك يحب hub الله يسلمك وردة وردة وطيب شونك دائما هنا نعم شغلك دائما نعم شغلك شغلك خير الله يتك صح مشكو حسنا تتاج بي حبيب ورده ورده يا طيب اشقد مثل حمود وشبابنا الصغار اللي بصراحة كل حب وتقدير لهم لانه بصراحة وصلت المرحلة الى انه يكون بهذا الشكل حياك الله عمي عليكم السلام شونك عمي شخبه 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 عفيد الله الحايد عاصم القاس علي حياك الله كاف اليتيم صوت اليتيم كاف اليتيم اللهم صل على محمد وانا خادمكم حياكم اشرب بكم على رأسي حياكم عمو أهلا وسلم بكم حياك الله وحيا الناس بس اسم اليتيم هي هاي انا خادم انا خادم بارك الله بكم انا من هذا المكان ومن هذا المنبر الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرجو على كل الأخوة المسلمين والمسلمات من فرح يتيمة وحنا قادمون على عيد الأفحى المبارك يكون التعاون معي وعملنا يسيرا وصميما في القلب الى وتي الله تعالى بارك الله بك انا خادم جهود ماذا قد عندك يتام انا عندك خمس عوائل انا المفروض ما احتيه لان عند الله وعمل الله اتقاكم الله يبارك بك من هذا المكان الاطار وانا هذا المكان المجاهد بيئة الفقير وبيئة تعبان وبيئة الحمال وبيئة كل الأطياف العراقية تعمل هنا برزق الحلال وهو رزق لا يعوض نعم الرزق او الخبز الحلال وكذلك واحد من صبح على جميع الاخوة من اشار منادتي او مكلامي لهذا المكان انا خادم للجميع يكون يدا عون معي اهلا وسهلا وانا متكفي بارادة الله اهلا وسهلا حياكم الله حبيب قلب عمه ان شاء الله يقدركم على فعل الخير الخادم حاج قاسم الخز علي كافي اليتيم حياك اه عدنا جقد يتام وعدنا جقد ناس مستحقة وخصوصا اليتيم اه بصراحة اللي يدعمه واللي يوقفه ويقدم له شيء من التعاون هذا عدة عدة الله شبيرة جدا وهذه الناس اللي تستحق فعلا انه يكون لها دعم ويكون لها اه تواصل مع اصحاب اللي الاموال خلينا هذه اللي يتفعله خبزة واللي يتفعله اللي يتفعله جزء بسيط من من رزقه الى هاي الناس والله يكون بقمة السعادة من يقدم شيء لهاي الناس هاي الناس تستحق وتستاهل والمفروض ندعمه كلنا اليتامة 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 ويا بلد اشقد بيك يتامة بسبب الحروب بسبب الصراعات بسبب الارهاب بسبب المصائب اللي صارت علينا عدنا اشقد يتامة وهاي الناس اللي الله شوية محسسها بألم اليتيم اللي تقدم شيء مجان اليتيم الحج بشكل بسيط من قال انا ويا اليتامة وداعمهم وعدها هل قد عدد هذا المفروض يكون الى دعم على الاقل انه بحسن نية ويتقدم لشيء من الناس اصحاب الاموال وهذا ما يضيع ولا يروح عند الله تعالى ان شاء الله عيد المبارك عليكم جميعا وان شاء الله اضحى مبارك على الجميع واتمنى من الله عز وجل ان يحفظكم ويحفظ كل الناس اللي تقدم شيء لوجه الله وتقدم شيء لهذه الناس الفقراء والبسطة والمساكين وهم اكيد هاي الناس اللي علاقة حالهم تقبلوا احترامي انا ومحدثكم محمد ركاب وزملالي رفق اليوم بهذه الحلقة الزميل المصور على محمد ومساعد المصور عمر ستار نشوفكم باشر بخير وسلامة وواحد من الناس يوميا على زاق روستي في الساعة بتسعة صبح والعادة الساعة بالأربع العصر والساعة الثمعش بعد المتصف الليل إلى اللقاء